نكمل في حاجة بقى شديدة الأهمية ضبط الأسعار تعال لي معانا على التليفون ايه معانا ايه التليفون مين على التليفون يا جماعة معانا طيب التليفون بنتكلم في ايه بقى احنا بنتكلم في مسألة ضبط الأسعار هل ترى الدولة النهاردة خدت قرار الدولة خدت قرار بانه رئيس الوزراء بعد ما عمل اجتماع طلع مجموعة من القرارات حزمة من القرارات اذا صح التعبير القرارات دي وده بقى المهم ان اتنفزت السوق اتزبط على القبلة ما تنفزتش واخد بالك ودي همسة مني لكل الهيئات والإدارات المعنية همسة بقى ما فيهاش عتاب فيها التوصية القرار اللي ما بيتنفزش اوحش الف مرة من القرار اللي ما صدرش اللي ما صدرش هو ولا عدم سواء ما عدم ما صدرش لكن صدر وما تنفزش وبمنتهى الكفاءة التجري يبقى ليه حق يا كلنا صحيين صح دكتور ابراهيم عشموي مساعد وزير التموين معانا على التليفون زك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك زي الصحة كل تمام زي الحال يا فندم يا رب تكون كل حاجة بخير كل الامور على خير ما يرام دكتور انا كنت بقول لسه من لحظة واكيد حضرتك سمعتني القرار اللي ما صدرش ارحم لي 30 مرة من قرار يصدر وما يتنفزش بمنتهى الفاعلية وكفاءة صح ولا انا غلطان؟ وفقك تماما في هذا القول هنعمل يا دكتور طمننا انا بطمنك اولا ان تعرف الحكومة دايما بتتخذ اجراءات للحفاظ على قوام السوق المصري بتتخذ قرار فيما يحافظ على المستهلك ضد الغلاء وضد زيادات السعرية